ياهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم الجماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية اهلا وسهلا بكم في سلسلة القصة السلسلة اللي نتكلم فيها عن قصص الممثلين والممثلات وعن اهم اعمالهم وبطلنا لهذا اليوم وبناء على تصويتكم الاخير في منتدى اليوتيوب راح يكون الممثل والمنتج المجنون والمدريدي توم كروز ياب عزيزي الوجيه توم كروز مدريدي في حالك ما تعرف بل انه كمان صديق مقرب من اللاعب ديفيد بيكهام فلو هذه اول زيارة لك للقناة نورنا باشتراكك وانضمامك لأسرة الوجهاء وفاعل جرس التنبيهات علشان توصلك فيديوهاتي اول باول ولو اعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زلال العجاب لانه مرة مهمه بيساعدني كثير غير كذا اربط حزامك عزيزي الوجيه ويا لبينا توم كروز مي بوذر الرابع وهو ممثل امريكي من اصول انجليزية وارلندية والمانية وهو برضو منتج افلام وستنت مان او مؤدي مشاهد خطيرة لنفسه عادة الممثلين يجيبون ممثل بديل لهم اذا في مشاهد صعبة في الافلام ما يقدروا يسوها بانفسهم يروح يجيبوا ممثل بديل علشان يسوي هذه المشاهد بالنيابة عنهم زي مشاهد انقلاب السيارات او القفز من مبنى الى اخر او قيادة طائرة حربية او طائرة نفاثة او القفز من ارتفاع مارة عالي بمظلة معظم ممثلين هوليوود يجيبوا ممثل بديل الا توم كروز لا انا اسوي هذه المشاهد بنفسي فلو يوم شفته يسوق طائرة اعرف انه هو فعلا كان يسوق الطائرة تلاقي راح درس وتعلم كيف يسوق الطائرة واخذ رخصة طيران وقدم هذاك المشهد في احد اللقاءات توم كروز قال اعرف اسوق طائرة نفاثة وطائرة عادية وطائرة هليكوبتر والسوق دبابات ودرك فلو شفته يوم من اليان برضه يقفز من مظلة من ارتفاع عالي تأكد انه هو اللي قفز بنفسه ولو شفته يسوق سيارة او دراجة نارية في مشهد خطير ترى ما في اي مؤثرات توم كروز هو اللي قاعد يقدم هذه المشاهد بل انه تعلم كيف يحبس انفاسه تحت الماء لمدة خمس دقائق تقريبا او اكثر يمكن ستة دقائق تقيله يقعد تحت الماء ستة دقائق يفرفر يعيش حياته ستة دقائق تحت الماء ومو علشان شيء علشان يؤدي مشهد معين في فيلم Mission Impossible حتى مشهد صعوده الى اعالي برج خليفة هو اللي سوا بنفسه كل شيء كان هو الحاله بس هل هو مهايطي او هل هو انسان مرة ملتزم تجاه وظيفته كممثل قد نختلف وقد نتفع ولكن الاكيد انه قاعد يقدم جميع ادواره بكل حب وتفاني واخلاص واحد اكبر الادلة على نجاح توم كروز هو انه اغلب افلامه دائما ما تحقق ارادات تتجاوز المائة مليون دولار ودائما ما تلقى مراجعات نقدية وجماهيرية جدا ممتازة توم كروز جمعت الخير من مواليد مدينة نيويورك وبالتحديد في 13 مايو سنة 1962 بمعنى ان عمره الى تاريخ هذا الفيديو هو 59 سنة كبر وترعرع توم كروز على الديانة المسيحية في ضواحي نيويورك وواجه صعوبات كبيرة في التعلم بسبب مشكلة عسر القراءة اللي عنده ما كان يعرف يقرأ بسهولة كان يواجه صعوبات جدا كبيرة في القراءة ابوه هو تومس كروز وكان يشتغل كمهندس كهربائي وامه ماري لي وكانت تشتغل كمعلمة تربية خاصة وتوم كروز هو الاخ الوحيد لثلاث اخوات ليان وماريان وكاس توم كروز يا جماعة لما طلع من بطن امه كانت اسرته كثيرة التنقل من مدينة الى مدينة من حي الى حي بل انهم وصلوا الى كندا ورجعوا الى امريكا اكثر من مرة بسبب تنقل ابوهم من وظيفة الى وظيفة فضلا عن ان امه وابوه كانت بينهم مشاكل وحوارات وكلام كثير ليل ونهار علاقتهم ما كانت مستقرة للغاية وما قدر يستقر توم كروز واخواته وامه الا بعد ما انفصلوا عن ابوه بالله ايش كنت متوقع توم كروز اللي ياخذ 75 مليون دولار عن الفيلم الواحد تقريبا يتوقع ان امه وابوه ما هم منفصلين يا شيخ اذي سنة عند الممثلين اذا شفت ممثل ناجح اعرف 99.9% ان امه وابوه منفصلين عافية كلام على كل حال جماعة الخير بعد ما انفصل امه وابوه وقتها كان عمره تقريبا 15 سنة ضل توم كروز مع امه واخواته واضطر انه يتحمل مسئولية كبيرة ويكون هو رجل العائلة في سن مبكرة في بدايته تم تربيته على الدين المسيحي ولما وصل عمره تقريبا 14 سنة كان عنده رغبة شديدة جدا في انه ينذر نفسه للكنيسة ويصير كاهن وبالفعل درس وتعلم في مجال الكهنة او ايا كان اسمه لمدة سنة كاملة ولكن فجأة وبدون سابق انذار قال لح لح ما يصبح ايش اللي كاهن يا ابوه وبطل وسحب على ام المجال هذا تماما وفي محاولة اخرى له برضو حاول انه يصير لاعب هوكي وقطع شوت طويل في هذا المجال ولكن للأسف حصلت له اصابة شديدة في اسنانه اختلفت على اثرها ملامح فكه او صار فكه معوج واضطر انه يعمل عدة عمليات واصلاحات لاسنانه وفكه خلال فترات مختلفة حتى بعد ما صار ثريق ما زال يواجه نفس مشكلة الفك والاسنان واضطر انه يدفع مبالغ اضافية الى ان وصلت تكاليف اصلاح اسنانه وفكه الى مليون دولار امريكي وفي مرحلة ما برضو يا جماعة كان عنده رغبة شديدة في الدخول الى عالم المصارعة او مجال المصارعة وبرضو دخل الى مدرسة خاصة لتعليم المصارعة وبدأ يتعلم ويخوض في مجال المصارعة ولكن برضو للأسف حصلت له اصابة في ركبته قربت عليه هذا الحلم او خلته يشيل فكرة عالم المصارعة من رأسه تماما كل هذه التجارب وكل الفشل هذا وكل الاصابات ما خلت توم كروز يفقد الامل في البحث عن طموح وحلم جديد وبالفعل اثناء فترة دراسته حصلت لتوم كروز فرصة انه يشارك في المسرح المدرسي عارفين حكاية خلينا يجرب نفسي كده في المسرح يمكن تزبط يمكن لا هذا اللي صار مع توم كروز قال خلينا يجرب المسرح وراح وجرب والمفاجأ انه اكتشف انه عنده مهارة جدا ممتازة في التمثيل بل انه ابدع في المسرح المدرسي خلال فترة قصيرة جدا وصار معروف بين زملائه من شدة ما كان اداءه جدا رائع في المسرح المدرسي واحدة من المعلمات تبع التمثيل قالت له يا توم كروز انت يوم من الايام راح تصير واحد من افضل مئة ممثل في التاريخ يقول توم كروز تبسمت وضاحكا من قولها وقلت خير ان شاء الله ما كان متوقع ما هو حاطف باله اصلا يعني اوكي انا اعرف امثل بس افضل مئة ممثل مش معقولة وحصلت وعلى غير تخطيط وقع توم كروز في حب التمثيل والمسرح وترك جميع احلام وطموحاته الثانية كان لنفسه انا ممثل اصلا انا خلقت لأكون ممثل واشلي واشل المصارع واشلي واشل الكهنة واشلي واشل الهوكي انا ممثل خلاص لازم اسلك طريقة تمثيل وابدأ ادعس فيه وبالفعل استمر توم كروز بممارسة التمثيل اثناء المدرسة ولما صار عمره 18 سنة ترك المدرسة اتخرج من الثنوي لكن ما كمل الجامعة وانطلق الى مدينة نيويورك لحاله لما كان عمره 18 سنة وبدأ في اخذ دروس في التمثيل في نفس الوقت كان يبحث عن فرص للدخول الى عالم السينما ومباشرة وبعد سنة واحدة تقريبا من وصوله الى نيويورك قدر توم كروز انه يلقى اول فرصة له وكان دور بسيط جدا في فيلم اسمه اندليس لوف سنة 1981 الجميل في الموضوع انه توم كروز في دوره البسيط هذا جذب انتباه العالم كلهم من شركات انتاج من مخرجين من صائدي مواهب بل وحتى الجمهور اعجبوا في هذا الوجه السينما الجديد سواء بسبب وسامته او بسبب اداؤه الممتاز جدا هيركز معايا سنة 1981 اول مشارك له 82 فيلم 83 فيلم 84 85 سنة 86 بعد خامس سنوات من دخوله الى عالم السينما بوم توم كروز يفجر لك شباك التذاكر بواحد من اهم افلامه في فيلم توب غون سنة 1986 ومن بعد هذا الفيلم توم كروز صارت سمعة ومشهورة في معظم ارجاء العالم ولا وقفت توصل العروض بشكل مستمر من جميع الشركات هوليوود كلها صارت تبغى حتى من هذا الممثل الوسيم والشاب الجديد والله وبالفعل يا حبيبي بعدها شارك في واحد من اهم افلام الدرامية في فيلم راينمان سنة 1988 والفيلم هذاك ضرب ضربة بنتي ايه وشارك بعدها في واحد من اجمل ادواره بجوار الممثل الكبير جدا جاك نيكلسن في فيلم فيوود من سنة 1992 اما في سنة 1996 وقع توم كروز واحد من اهم وش اللي واحد من اهم وقع توم كروز اهم عقد له في مسيرة كلها في سلسلة Mission Impossible وقدر ياخذ عن الجزء الاول تقريبا حوالي 70 مليون دولار امريكا انا ما اعرف اذا هو مرة فنان في التفاوض او مدير اعماله مجنون في التفاوض فال70 مليون دولار مبلغ مرة كبير بالذات ديكالايام في التسعينات توم كروز قدر ياخذ هذا المبلغ وعن باقي اجزاء سلسلة Mission Impossible توم كروز ياخذ 75 مليون دولار على الفيلم الواحد بالاضافة الى نسبة من ارباح شباك التذاكر ايو ايو اله وفي سلسلة Mission Impossible بالتحديد تعلم كيف سوق الطائرات والمدرعة والهيليكوبتر والدراجات النارية والقفز المظلي وتسلق الجبال والغوص تحت الماء بل انه تعلم بعض مهارات الباركور وكان يقفز من مبنى المبنى في احد المشاهد وكمل المشاهد بنفسه جنون مجنون يا جماعة الادم اذا مجنون معاقل غير انه زي ما قلت لكم تعلم كيف يحبس نفسه لمدة خمس دقائق تحت الماء اشياء كثيرة يا جماعة تعلمها توم كروز وتمكن منها لاجل سلسلة Mission Impossible وغيرها من الافلام وهذا اكثر شيء يمكن اتميز فيه توم كروز عن كثير من الفنانين الثاني ممثل بديل مفيش انا الممثل البديل ليش تعطوه فلوس هاتو فلوس وانا اخذها ما ادري اذا هو يفكر كده ولا لا بس ليه ليه ما اجيبوا مثل بديل ترى مي طايرة الدنيا ايش المشكلة وبيني بينكم يا جماعة 75 مليون دولار اعطيني انا 75 مليون دولار هتعلم اللي ما اتعلم اروح خارج الغلافة الجوي اصور فيلم توم كروز انا هو يسوي فيلم خارج الغلافة الجوي يقلع عم الفزقة خلاني ساكت خلاني ساكت بس يا جماعة خلاني ساكت الله يبالي كله الله يبالي كله خلاصة الكلام يا جماعة توم كروز خلال فترة خلى العالم كله يعرفه وخلت طلبات من شركات الانتاج تصير توصل له بشكل مستمر ولكن المميز والجميل في توم كروز إنه كان إنسان انتقائي أكثر من اللازم ما كان يوافق على أي عرض يجيه بسهولة يقرأ السيناريو يستشير يفكر يروح ينام يصحى ما يقول لهم أوكي على طول لا حتى لو كانت فيه فلوس كثيرة الموضوع مش موضوع فلوس الموضوع موضوع هل يعجبني ذات دور ولا لا جاءت فرصة إنه يمثل الدور البطولي لسلسلة ميتريكس بس رفضه مدري راح عليه الدور المهم إنه راح عليه بس الفكرة إنه جاله يعني كانوا حطينا النور عليه وجاتوا برضو فرصة إنه يمثل شخصية آيرون مان أو توني ستارك في سلسلة أفلام مارفل أو في عالم مارفل السينمائي وقال لهم الله السيناريو ما هو عاجبني يا جماعة سبك سبك ما يعرف إشي اللي كان معاجبه في السيناريو بس إنها راحت عليه غير إنه توم كروز يرفض إنه يتم تصوير جسمه أو تصوير شخصيته أو تصوير وجهه في عالم الألعاب يعني لو جات شركة وقالوا له نبغاك تمثلنا داخل لعبة نأخذ شخصيتك لا لا ممنوع ما فيه ليش ما فيه ألعاب لا طيب نأخذ شخصيتك من فيلم ميشن مباصيبل لا سووها على شكل واحد ثاني وجهي ما يتمسج سيده في عالم الألعاب مرة كي أمرانا لله فعلا ترى يرفض تماما ليش ما حده في عام 2005 يا جماعة توم كروز طلع في لقاء مع مقدمة البرامج أوبرا في برنامج أوبرا الخاص فيها هذاك اللقاء يا جماعة كان من أغرب وأغرب اللقاءات اللي مرت فيه تاريخ التلفزيون محة الداري هل توم كروز كان متعاطي وقتها هل كان شربان هل كان بالع له شي غريب وضعه ما كان مصبوط في ذاك اللقاء الولد قاعد يسوي حركات غريبة بشكل هستيري وبشكل مضحي حتى أوبرا نفسها كانت مصدومة يا أبويا فضحنا ذا إيش فيه يا مخرج شيلو طلعوا بره أتورطت فيه بل إنه هذاك اللقاء صنف في المركز الأول كأغرب اللقاءات التلفزيونية بواسطة مجلة تيفي قايد وربي من جد أغرب لقاء تلفزيوني شوفوا هل كم مشهد الجاية اللي بحطها لكم وعذروني على الجودة لأنه ما في جودة أعلى من كذا في اليوتيوب شكرا أتر m Theater مجانسي شكرا للمشاهدة 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 بعيدة معهم يغسلون مخك فيها مظبوط إذا غسلوا مخك مظبوط بعد عشرين ثلاثين سنة الله أعلم متى يقولوا لك إيش سر ديانتهم ومن أين نشأت وإيش هي حكاية الخلق أو بداية الخلق فيها هيا اسألوني إيش هي قصة بداية الخلق عند الساينتولوجيا أو كيف بدأت هذه الديانة يعني في فكر الكاتب قصة الخلقة هذه أول ما انتشرت وطلعت عند بعض الناس اللي هم الكبار هنا فضحوهم كان لك يا ابو يا هذا الديانة كان عنفاضي اللي ضيع من عمره عشرين سنة على هذه الديانة يبغى يكتشف أش سرها واللي جلس ثلاثين سنة واللي جلس خمسة عشر سنة ناس كثير ضيعت عمره في هذه الديانة ولما وصلوا إلى المراحل العليا وقرأوا إيش قصة أمة الساينتولوجيا راحوا فضحوهم وتركوا هذه الديانة وجلسوا يعضوا أصابع الندم على كل دقيقة وكل سنة ضيعوها من عمرهم في هذه الديانة هيركز معايا يقول لك بداية الخلق في الساينتولوجيا قبل خمسة وسبعين مليون سنة كان فيه كائنات فضائية تشبه البشر إلى حد كبير عندهم سيارات زي سياراتنا وطيارات زي طياراتنا وحياتهم تشبه حياتنا بشكل جدا كبير يوم من الأيام قبل خمسة وسبعين مليون سنة يوم من الأيام الفضائيين هذول يصار عندهم عدد سكان هائل مرة صار عددهم كبير وانتشرت بينهم الفتنة والفحشاء والمشاكل وقتها كان يحكمهم ديكتاتور فضائي اسمه أكزينو وقتها كان يحكمهم ديكتاتور فضائي اسمه أكزينو فقرر أنه يعاقبهم على أفعالهم وعلى الفتنة والفحشاء اللي انتشرت بينهم بإرسالهم إلى كوكب الأرض وقتها كوكب الأرض كان فاضي يقول لك قبل خمسة وسبعين مليون سنة ما كان فيه إلا براكين ما فيه بشر ما فيه أي مخلوقات فراح أخذ الكائنات الفضائية هذول اللي هم شعبه وسافر فيهم بطائرات وصار يرميهم داخل البراكين في كوكب الأرض لما ماتوا انتشرت أرواحهم انتشرت أرواحهم وصارت إيش تحوم حول الأرض إلى أن ظهر البشر اللي هم إحنا لما ظهرنا إحنا البشر كنا كده بلا مشاعر كان ما مننا فائدة فجاءت أرواح الكائنات الفضائية وسكنتنا ولما سكنتنا أعطتنا العاطفة وعطتنا الحب والمشاعر والأحاسيس بلا 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 وجاءت الساينتولوجيا علشان تخرج مننا هذه الأرواح الخاصة بالمخلوقات الفضائية عن طريق إيش أنك تجي تجلس معهم يجيبو لك جهاز ويخلوك تفضف الفضفة ضي موبلاش بفلوس واضح ومشيت عليهم فعلشان تخرج هذه الكائنات الفضائية من داخلك أو الأرواح الفضائية هذه من داخلك لازم تعتنق الديانة الساينتولوجية وتدفع لهم فلوس بشكل مستمر وتتعلم منهم إلى أن تصل إلى مرحلة من الحرية الذهنية وتتخلص من هذه الأرواح الفضائية بشكل كامل وتصير إنسان بلا مشاعر وما منك أي فائدة كده طبعا هذا ترى محاولة مرة واجتهاد مني في تلخيص الموضوع ترى الموضوع معقد حق الساينتولوجيا بسجال سأحاول ألخص لكم هيتخيلوا إن القصة هذه اللي هي أصل الديانة اللي كانت في الأصل مجرد فكرة فلسفية يعتنقها اليوم أكثر من عشرة مليون إنسان عاقل وبالغ ومتعلمين وجاهلين وكبار وصغار وتوم كروز للأسف واحد من هذول الناس ومؤمن ومتعصب جدا لهذه الديانة بل إنه يدفع فلوس للساينتولوجيا علشان يخرجون منه هذه الكائنات الفضائية يروح يجلس معهم يفض فضلهم علشان يخرج هذه الكائنات الفضائية من داخله يب أنا عارف إنك مصدوم توم كروز إي وإي وتوم كروز ما غيره المصيبة مش هنا خليه يؤمن باللي يؤمن فيه بكيفه هو عنده كائنات فضائية جواه براحته المصيبة مش هنا المصيبة إنه كجزء من التطور والوصول إلى مراحل عليا في الساينتولوجيا لازم تتخلى عن مشاعرك الإنسانية تماما وعاطفتك بمعنى إنك مفروض تصير رجل أهلي لازم تتخلى عن حزنك وعن سعادتك وأحاسيسك لأنها ما هي حقيقية ما هي إلا أرواح كائنات فضائية تسكنك لازم تبعد عن أهلك وتتخلى عنهم تماما إذا رفضوا ينصاعوا إلى الساينتولوجيا يعني إذا انت متزوج وقررت روح الساينتولوجيا يجيب زوجتك وأهلك معاك يخشوا الساينتولوجيا ولا تسحب عليهم تتركهم تماما تقطع علاقتك فيهم تماما ما في لعب هي تخيلوا إنه توم كروز عمل كذا وترك زوجة الأولى نيكل كيدمن بعد عدة سنوات زواج لأنه أبوها كان أستاذ علم نفس أو دكتور علم نفس فطباء علم نفس يرفضون الساينتولوجيا وقاعدين يفضحوها ليل ونهار الساينتولوجيا كانوا خايفين إنه توم كروز ممكن بكرة إيش يجيه خبر إنه الساينتولوجيا كذب ويتورط وقالوا له لا لازم تسحب عليها هذه أبوها زنديق أبوها دكتور علم نفس ما يصلح الله بالفعل توم كروز شاتها طلعها طبعا هذه القصة ما هي أكيدة ولكن منتشرة بل إنه ترك بنته وزوجته الثانية كيتي هولمز لنفس هذا السبب الساينتولوجيا تقول له ابعد عن أهلك ابعد عن أطفالك ولو ما تقدر تخلف الأفضل إنك ما تخلف تخيلوا جلس سنتين كاملة بين وبين بنته كم مبنى ولا كان يقابلها تماما ولا يقابل زوجته أو طليقته تماما بسبب تعاليم الساينتولوجيا وإلى فترة قريبة ما أدري إلى الآن ولا لا ولكن إلى فترة قريبة وتوم كروز كانوا أحد من كبار هذه الديانة الغريبة وفي أعلى مراتبها فهذا الجانب الغريب والمظلم من حياة توم كروز صنع له كارهين كثير حول العالم ولكن في نفس الوقت كل الفضائح وكل القصص هذه ما أثرت على مجاله في التمثيل أبدا ليش؟ تؤمن بالله ولا تؤمن بكنات فضائية ولا كافر ولا ملحد بكيفك يا حبيبي انت ممثل تعال مثل ما علي في ماضيك ولا طوز فيك إلا جوني ديب ليش تضرب أمبر هيرد طلعوا برة أمبر هيرد ضربتك لا أقعدين تي أقسم بالله هوليوود سايقين أقسم بالله ولو حابين تعرفوا أكثر عن هذه الديانة الغريبة وعن فضائحهم وجرائمهم والقصص الغريبة اللي يعملوها فنصحكم تتابعون فيلم اسمه Going Clear Scientology فيلم وثائق لأشخاص كانوا في هذه الديانة لسنوات طويلة فضحوا فيها هذه الديانة وطلعوا كل تاريخها في فيلم مدة تقريبا ساعتين تكلموا عن هدافها وعن المشاهير اللي متورطين فيها وإيش الأشياء اللي عملوها داخل هذه الديانة وأخيرا وليس آخرا ثروة توم كروز تقدر بحوالي ستمائة مليون دولار أمريكي وترشح للأوسكار ثلاث مرات ولكن ما فاز فيها فضلا عن أنه ترشح لأكثر من 137 جائزة وفاز ب36 جائزة منها والقائمة الجاية راح تكون قائمتي لأفضل أفلام توم كروز اللي تابعتها وأشوف إنها تستحق المتابعة صوروا الشاشة وشاركوني برضو أفلامكم المفضلة لتوم كروز في التعليقات إلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب لو عجبكم الفيديو كم معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم موسيقى